خلونا بس في الأول نتكلم عن النادي الأهلي وإحنا عندنا كم رسالة كده سريعة بما أن المرحلة اللي فاتت الحمد لله يعني عدت علينا بخير وإحنا أخدنا اللي عايزينه في الفترة الأخيرة من الست مباريات اللي خدها الفريق الأول حتى هذه اللحظة أول حاجة لازم نقف عندها فكرة أن دي أول مرة من فترة طويلة أو يكتمل عدد مباريات كل فرق الدوري بعد مرور ست أسابيع النادي الأهلي حتى هذه اللحظة على صدارة الترتيب برصيد 18 نقطة كسبنا كل الماتشاط اللي فاتت يلينا في الترتيب نادي الزمالك برصيد 14 نقطة ثم فيوتشر في المركز التالت بنفس الرصيد أقوى خط هجوم هو خط هجوم النادي الأهلي سجل 13 هدف يلي نادي الزمالك سجل 12 هدف وأقوى خط دفاع لنادي فيوتشر استقبل هدف وحيد ثم النادي الأهلي استقبل هدفين الجولة السابعة اللي هنبتديها مع حضراتكم بقى من النهاردة إن شاء الله عندنا فيها ماتش مهم جدا مع فيوتشر يوم الجمعة المقبل يوم 16 ديسمبر وهي مباراة بين الأول والتالت والفارق هو أربع نقاط في الترتيب ومش محتاجين نقول لكم كل ما بتحصد نقاط المباريات كل ما بتوسع الفارق بينك وبين منافسيك وكل ما بتقلل الضغط من عليك وبتزوده في المقابل على كل منافسيك كمان الانتصارات المحلية هتخليك تدخل المنافسات القرية وانت بمعنويات عالية ومرتفعة وأكيد ده حينعكس على الأداء ونشوف نتائج مرضية للفريق في دوري الأبطال قولوا أمين إن شاء الله خلينا كمان نتكلم بلغة الأرقام والتي تقايم دايما مباراة مباراة لو احنا نتكلم الكريم تحديدا على فيوتشر اللي احنا هنقبلها مفروض يوم الجمعة حيبقى ماتش لا يقل أهمية طبعا أي ماتش آخر فرقة فيوتشر أو تكلمنا عنها تحديدا هي كمان أخذت خبرة كبيرة جدا من أول مشاركة لها في الموسم اللي فات في مسابقة الدوري وقدرت أن هي توصل للبطولة الكمفيدرالية كمان تصعد لمرحلة دوري المجموعات وكان معها جهاز فني يعني مستقر جدا لما نتكلم عن كابتن علي ماهر تحديدا لا يعني هو عامل شغل محترم من كمان الموسم اللي فات وعندهم كمان مجموعة لعيبة مميزة جدا يعني طبعا ومحترمة جدا بس إحنا لو حنتكلم عن نفسنا إحنا مطلوب مننا أن إحنا نوصل أو نواصل المكسب وناخد التلات نقاط لأن أنت بالشكل ده بتتكلم أنك بتاخد خطوة أو خطوة زيادة وبتحافظ على فارق النقاط بينك وبين منافسيك وبتزود عليهم أو يعني زي ما تقالك بتضغط عليهم أكتر وده أمر أعتقد هو طبيعي جدا في كرة القدم وده المطلوب في الفترة اللي احنا فيها وكمان أعتقد يعني هنا لو حنتكلم مباراة الاتحاد اللي هي كانت أول مبارح إحنا قدرنا أن إحنا نظهر فيها يعني رد فعل جميل جدا بالأداء داخل المباراة وفرض السيطرة اللي شفناها طوال التسعين دياء ودي اللي كانت شوية نفتقدها يا كريم أنت ما كنتش بتدخل كل المطشات بتاعتك ضاغت من الأول كنا بنقعد نقوله وبعدين المطش بيبقى مثلا تسعين دياء بتقعد التسعين دياء على أعصابك مش ده الأداء اللي احنا كنا بنشوفه للنادي الأهلي نادي الأهلي كنا أو نادي أهلي نعرفه أنت بتضغط من الدقائق الأولى بتاخد الملعب أو بتاخد الجيم لصالحك الخصم بتتعبه في الأرض بتلعب لحد ما اللعب مفتوح كل ده احنا بنشوفه ده اللي نعرفه عن نادي الأهلي نادي الأهلي مش منعاته أنه هو يدافع مثلا من الدقائق الأولى فإحنا شفنا يمكن مع طريقة لعبة مستر مارسل كولر هنا فكرة الضغط العالي سرعة استخلاص الكرة التمريرات السريعة كل ده كان واضح جدا فيه كمان الأهداف الثلاثة اللي تبعناها خلال المارش طيب كل دلوقتي كمان الأهداف بتتكلم أن أنت ملعوبة بتاكتك أنت مش بتلعب زي ما بتقال بالحظ أنت مش بتلعب كرة قدم بلدي لا أنت بتلعب بتاكتك معين ابتدت تحس أن مارسل كولر لديهم من الكفاءة والقدرة أنه هو حتى ممكن أثناء سير المباراة الوحدة أنه يغير في الخطة ما بين الشوت الأول والثاني أو حتى في نفس الشوت شفنا دمع مارشات فارتة كتيرة جدا خلال الدوري طبعا يعني أنا بشوف أن إحنا لحد لوقتي ماشيين في خطة كويسة نتمنى الأفضل كمان من حس الفرص صناعة الفرص وغيره في المطش إن شاء الله يوم الجمعة لأن دي برضو بتدي ثقة يا كريم بتدي دعم كبير جدا عند اللعيبة وعند الجماهير للنادي فحيبين بإذن الله لكن برضو قبل ما أختم عشان أنا في الوقت فتكرت النقطة دي وإحنا كلمنا عنها أنا وإنتا مبارح وحأكد عليها النهاردة وحأكد عليها يوم الحد برضو لما نيجي فكرة الالتفات لبعض الكلام اللي بيطلع والتصريحات اللي بتطلع وهقول تاني للأسف من إعلاميين لديهم من القيمة والقامة يعني الانت أو الرصيد اللي تقدر تقول بجد يعني أو بتتعلم منهم خلينا نقولها بهذا الشكل ما قدرش أن أنا أغلط أبدا ومش هقول أكيد أسماء ولكن لما يطلع حد منهم ويتكلم بتصريحات أو معلومات ليس لها أي أساس من الصحة ويتكلم عن النادي الأهلي وحاجات بتحصل جوه النادي الأهلي وأنا كنت قاعد وحد تابعي كان قاعد بصراحة حاجة مش professional أبدا وحاجة أتمنى أن احنا خلاص كجماهير النادي الأهلي حفزناها وكجماهير النادي أهلي فهمنا أن أي حاجة بتتقال مش من مصدر موثوق أعتقد أنه هو كلام فاضي كلام فاضي فأتمنى أن احنا لا نلتفت لمثل هذه أبدا التصريحات لأنها تصريحات عارية من الصحة بكلام كابتن أو ميستر مارسل كولير اللي تلع وقال في المؤتمر الصحفي يونة وكريم عرضنا ده مبارح قال لك أنا ما بتكلمش مع الإعلام خالص وما عنديش حاجة بقولها في الكواليس أنا أي حاجة بقولها بتبقى معلومات أثناء بس المؤتمرات الصحفية أي معلومة غير كده مش طالعة مني ده كلام ملوش أي أساس من الصحة فحبينا بس نأكد عن نقطة دي لأن كل فترة كده يا كريم في موسم معين لازم تطلع الإشعاعات ولازم تطلع كلام عن نادي الأهلي أنا معرفش أساسه إيه وإيه الفايدة منه بصراحة